خليني أروح سريعاً للعاصمة القطرية الدوحة على هامشكاس العالم في مجموعة من الصور اللي بيتم تنقلها عبر العالم وبتكون لقطات مميزة جداً إذا ملقنا المصورين الصحفيين يعني المصورين الصحفيين ليهم قيمة كبيرة عندنا جداً الكدر الجميل والصورة الحلوة هم صناع هذه الصورة هم صناع هذا الكدر سواء كانت اللقطة دي لقطة مشجع أثناء لحظة فرح أو لقطة حزن ممكن تكون لقطة لعيبة وقت إحراز الهدف لقطة إصابة شفنا صور زي إصابة نيمار في أول ماتشات البرازيل ضد السربيا واللي صورها زملنا المصور الصحفي المصري فريد قض ومؤسس وكالة فوتوغرافيا للتصوير الرياضي وهو معنا دلوقتي على التليفون صباح الخير يا أستاذ فريد ويعني طمنا على مغامراتك الصحفية عملت إيه كنت عملت إيه مبارح في ماتش البرازيل وأجواء كاس العالم عاملة إيه من خلال عدسة الكاميرا بتاعتك صباح الورد مصطفى صباح الورد وجمالة برازيل بيتورنالد ورنالديني وكل نزده بس برضو برازيل يعني لو عظم خوفة ما حتى أما مكرهم يعني هم ما بيهرقوش يعني هم أصلا مولدين رضيعون كورا فبس أجواء طبعا جميلة جدا أن البرازيل جماعة مختلفين جدا في تشجيعهم في نفسهم في جمهورهم في طرقفتهم في الباصة لا مختلفين بيعملوا جو جو حلو ليهم تقوصهم كده بالضبط هم ليهم تقوص كده ليهم طبخة معينة بيقولوها في الملعب مختلفة عن بايا الجمهور يعني هم جمال أولي ولعميهم ألوين أولي طب انت رصدت ده إزاي من خلال عدسة الكاميرا بتاعك أنا أنا بتعمز يعني من أكتر الفرق اللي أنا بحب أن أنا أوصل للملعب بدي شويتين هو 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 البرازيل يعني برازيل لا يعني مهمة أو أن أنا أوصل للملعب ملعب يعني بدري عشان قاطر أرصد أرصد كمل كمل الألوان الجميلة وعلى فكر منظمين جدا يعني 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 مثلا هم تقريبا حتى الآن هم الفريق الوحيد في كل المنتخبات اللي عملوا تيف وكده وحطوا كده فيشرت كبير أوي وفي المدرجات مع نشهود الوطني في المدرج يعني فهم لأ هم منظمين جدا يعني إحنا شايفين الصور يا فريد معنا يمكن زي ما كنا منتكلم فكرة إنه الصورة بتسجل لحظات ممكن إحنا ما ناخدش بالنا حتى لو إحنا بنتفرج ونكون دقيقين جدا خليه طيب بس أعرف منك أنت بتغطي تحديدا مثلا ماتشات المجموعة السابعة اللي فيها من ضمنها وصوربيا ماشي ويعني كان الساعة واحدة بتغطي تزوحة وقدرت حركت على ماتش الساعة السابعة اللي هو كانت برزيل فأنا بيبقى عندي يعني بغطي كل ماتشات بس طبعا بسجل هو في اليوم في أربع ماتشات أنا أنا ما ينفعش كمصور إن أني أخذ غير ماتشات بس في اليوم يعني واحدة واربعة أو لأ واحدة وسبعة أو أربعة وعشرة من النهاردة إن شاء الله خلاص هيكون هيكون خلاص الماتشات هيكون من الساعة ستة أو الساعة عشر هما بس ماتشات أخش بقى في تفاصيل شغلك حتة صغيرة كده أعرف منك سر عشان تطلع الزورة بقى أقول لي أنت بتستنى يعني بتستنى مثلا فوز معين بتستنى وقت معين ولا بتبقى دايما ستان باي في أي لحظة إن أنت تلقى صورة ومش عارف هتطلع عاملة إزاي أنا يعني هديكي بمثال كده وسر بسيط أنا دلوقتي قبل أي ماتش لازم أو أصلا قبل أي بطولة لازم أحضر أحضر كل فرقة وكل منتخب وده طبعا مش 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 أنا اللي بعمل ذا الوحدي أنا في صديق لي اسم محمد عباس ده حد متخصص في التفاصيل وفي الكواليين يعني مثلا هديكي بمثال أنا في ورقة حضرت عندي على الكاثبوك بعد مطش السعودية وأرجنتين كاتب لي كده من ضمن الكني طبعا أنا معي 32 ورقة باتنين وراتين منتخب هو كاتبهم لي وكل يوم بايس نوت يقول لي خلي بالك من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا يعني مثلا فقال لي إيه؟ قال لي كده في جملة يا فريد سالم الدسري الوحيد اللي عنده حلولي وهو الحل الموضوع فأنا بكون مركز يعني مثلا قال لي مثلا في مطش قال لي يا فريد كلمني قال لي يا فريد خلي بالك حزر وزنه زائد حاول تبرز زورة صورة وزنه الزائد يا فريد خلي بالك من كذا فلا طبعا محمد عباس عضور معايا بيديني الهنتات اللي تخليني أركز في ده وخليني كل يوم بذاكر المطش اللي عندي وذاكره أفضل أفضل لقطة طيب يا فريد خدتها سواء كانت لقطة عفوية أو لقطة أنت رتبتها في المنديال بص هي يعني في لقطة أنا أعتقد أنها لا توصف تاني وأنا ما أعتقدش أن أنا أن أنا خصلت قبل كده وأصلا في أنا أنا خصل معايا أنا كنت صورت كاسل العالم في روسيا وكنت حلمت قبل كاسل العالم حتى كنت حدثت فوستا عندي قبلها باربعا أو خمس شهور أن أنا حلمت أن صورت نسي صورة ما صورهاش قبل كده تمام حصل حصل في مطش فرنسا والأرجنتين في كاسل العالم في روسيا صورت صورة لحظة انكسار يعني قوية جدا لكن أنا أشعر أن العالم يتحقق في مطش السعودية والأرجنتين لو صورت عمدوكم تتعرضوها وميسي واقف ولاعب المنتخب السعودي اللي اسم الوقتي ليست مجمعه وهو يزأر قدام ميسي بعد هزيمة غير متوقعة وأعتقد أنها ممكن تتصلش تاني لو صورت لعب أرجنتيني عشرين مرة هنقصل عشرين مرة صحيح فالصورة نفسها الصورة نفسها دي أنا بالنسبة لي خلاص بقى أنا ألم حكت وراء وحرب عنوان المباراة هي عنوان المباراة صحيح الحمد لله جبرت خلاص فطبعا دي بالنسبة لي أنا ما أعتقدش دي في صورة مكتجية يعني أنا أحبها أكثر من دي فالحمد لله صحيح طيب يعني فريد قطب طبعا مصور الصحفي ومؤسس وكالة فوتوغرافيا بنشكورك شكرا جزيلا ولسه مستنين بقى صور كتير طبعا طول ما المونديال مكمل صور تانية كمان كتير ولحظات مهمة أنت بتسجلها بالعدسة الخاصة بتاعتك مشكورك جزيلا شكرا مرة تانية شكرا مرحبا لكي تانية شكرا مرحبا لكي تانية